مشاهدين أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انقفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء معتدلة في أغلب المناطق معتدلة في النهار أيضاً بتكون الأجواء لطيفة ليلاً مشاهدين فاصل ونواصل مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخراءات التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى تحت أثير كتلة هوائية معتدلة من حيث درجات الحرارة والرطوبة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة ودرجة الحرارة الصغر المتوقعة 18 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة زي ما حكينا انقفاض قليل تدريجي على درجات الحرارة يعني كل يوم تنخفض حوالي درجة عن اليوم الذي يسبقه وبالتالي بتبقى الأجواء معتدلة في النهار اللطيفة بالليل يوم 22-26 العظمى والصغرة 17 الثلاثة 25 والصغرة 16 بينما يوم الأربعة أجواء لطيفة في النهار تميل قليلا إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى نتوقع يوم الأربعة 24 والصغرة 14 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وأيضا درجات الحرارة العظمى والصغرة المتوقعة في المناطق الشمالية أجواء معتدلة في النهار لطيفة ليلا إربت 29-19 عجلون 28-17 جرش 30-18 المفرق 30 إلى 17 درجة مئوية أما المناطق الوسطى أيضا معتدلة نهارا لطيفة ليلا البلقاء 27-17 مأدبة 25-16 عمان 26-17 البحر الميت أجواء حارة نسبيا 34 إلى 24 والزرقاء 30 إلى 18 المناطق الجنوبية أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل الكرك 26-16 الطفيلة 24-16 الشراه 22-13 إمعان 27-14 العقب أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 33 العظمى والصغرة المتوقعة 24 المناطق الشرقية أجواء تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا ولكنها معتدلة ليلا العظمى المتوقعة في الأزرق 32 وصغرة 19 الصفاو 32-17 وأرويشد 33 إلى 17 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمشاهدة